هي محاولة من جانب بنيامين نتنياهو للالتفاف على الضغط الشعبي المتزايد ضد حكومته يقول محللون مؤكدين أنها كذلك محاولة من جانبه للظهور في صورة المتجاوب والمنفتح على إمكانية إيجاد حل دبلوماسي للحرب التي يشنها جيشه على قطاع غزة منذ ما يقرب من أربعة أشهر وسائل إعلام صهيونية نشرت ما قالت إنها خطوط عريضة لصفقة تبادل محتملة مع حركة حماس صفقة صيغت بنودها بالتعاون بين أجهزة الاحتلال الأمنية والاستخباراتية لتقدم مقترحا يشمل استعادة إسرائيل جميع محتجزيها وأسراها من غزة مقابل إطلاق سراح آلاف الأسرى الفلسطينيين لديها بمن فيهم أصحاب المحكوميات العالية في سياق هدنة تمتد لنحو شهرين تنسحب خلالها قوات الاحتلال من المراكز السكانية الكبيرة في قطاع غزة على أن تكون العمليات العسكرية بعد انقضاء الهدنة أقل نطاقا وكثافة بشكل ملحوظ وبرغم ما ينطوي عليه المقترح الصهيوني من محاولة للتملص من أي التزام بإنهاء العدوان على غزة إلا أنه يكشف عن عمق الأزمة التي يواجهها نتنياهو وحكومته لسيما أن المقترح جاء بالتزامن مع تصاعد احتجاجات أهالي المحتجزين وإعلانهم اعتصاما مفتوحا أمام بيت نتنياهو نهيك عن اقتحامهم مبنى الكنيست للمطالبة بوقف الحرب وإبرام صفقة تبادل مع المقاومة الفلسطينية تضمن عودة أبنائهم أحياء بعد أن تسببت العمليات العسكرية في مقتل العديد منهم بيد جيش الاحتلال نفسه في المقابل فإن المقاومة الفلسطينية لم ترفض بحث أي مقترح يفضي إلى إنهاء العدوان على غزة وانسحاب قوات الاحتلال من القطاع وتحرير الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال ما يعني ضمنيا أن مقترح نتنياهو لم يرق بعد إلى مستوى المطالب الفلسطينية ما لم تجر عليه تعديلات تحقق تلك المطالب ولعل ذلك هو الدور المنوط بالوسطاء القيام به لسيما أن حكومة الاحتلال تعاني ضغوطا داخلية متصاعدة كما تتكبد خسائر عسكرية فادحة تثبت فشل الرهان الصهيوني على طول أمد الحرب في غزة